هذه بلدة الشيخ نجار الذي تمركز بها قرية الشيخ نجار إحدى أشهر المناطق في حلب وذلك لعدة أسباب أحدها ربما وجود المدينة الصناعية بقربها لكنها حالياً ازدادت أهمية لكثرة معارك الكر والفر فيها بين الثوار وقوات النظام كيف لا وهي منطقة فاصلة بين الريف الحلبي والمدينة إضافة إلى أنها نقطة تمركز وسط مناطق واصلة بين الريف الشرقي والشمالي وأضحت تتصدر أخبار الثورة السورية لأهمية المعارك الحاصلة فيها فالسيطرة عليها تعني السيطرة على الجزء التابع للثوار من مدينة حلب خطة النظام منذ فترة طويلة كانت السيطرة على هذه المناطق وبدأها بالسيطرة على السفيرة والتقدم في ظل غطاء واسع من طائراته والهدف غالباً هو حصار حلب المدينة وإعادتها لحاضنته لكنه فشل في عدة مرات وقد تكون هذه المرة هي الأكثر نجاحاً رغم تقدمه القليل والبطيء مع دفاع شديد للثوار عن هذه الأراضي سيطرة النظام على قرية الشيخ نجار وتلة الشيخ يوسف أعطاه الأفضلية الجزئية في المعركة مؤقتاً خصوصاً مع الآليات الثقيلة في أعلى تلة الشيخ يوسف المطلة على المنطقة الصناعية في مقابل أسلحة خفيفة بحوزة الثوار الثوار بدورهم يسيطرون على منطقة المجبل الاستراتيجية واستطاعوا مرات عديدة إفشال سيطرة النظام عليها ودمروا آليات تابعة للنظام كما نجحوا بتدمير عربة فوزليكا متمركزة على تلة الشيخ يوسف بالمقابل تحاول قوات النظام التقدم عبر طريق ترابي بين المناطق الزراعية حول قرية الشيخ نجار للوصول إلى المجبل واستقصف كثيف بالبراميل المتفجرة تستهدف المكان لإخراج الثوار منه قام أخوتنا المجاهدون الحمد لله في السبات ورد الجيش من دوار البريج والمجبل ورغم الطيران الذي يخرجه النظام الكثيف وضرب السبعة وخمسين من تلة الشيخ يوسف والقصف العنيف الحمد لله الأخوة السابتون بإذن الله مع شدة المعارك هناك وخصوصا في قرية البريج المطلة على السجن المركزي المحاصر من قبل الثوار تمكنت قوات الأسد من رصد دوار البريج والقوس والطريق الواصل بينهما كما تم رصد طريق الكاستلو ومشفى الكندي لمنع أي إمدادات للثوار لكنها تبقى مستنفرة وغير قادرة على التمركز فيها بسبب هجمات الثوار المستمرة لهم في منطقة يعرفها الثوار جيدا بسبب سيطرتهم عليها منذ أكثر من سنتين